الاوبستي او السمنة من الامراض اللي بتسبب خطورة على القلب وعلى الاوعية الدموية كمان ممكن تسبب مرض السكري والسكتة الدمائية علشان كده الاهتمام بعمل تحليل الاوبستي او السمنة داخل المعمل بيقلل من المخاطر بتاعتها واحنا داخل المعمل بالاضافة لعمل الليبت بروفايل تيست اللي هي نسبة الدهون في الدم كمان فيه تحليل مهم بنسميه الليبتين بروفايل تيست وهو عبارة عن هرمون بنسميه هرمون الجوع او هرمون الشبع او هرمون السمنة او هرمون دهون بشكل عام مستويات هرمون الليبتين في الدم بتبقى اقل لدى الاشخاص النحيفين ولكن بيبقى اعلى من الطبيعي في الاشخاص اللي بيبقى عندهم زيادة في الوزن او سمنة الليبتين هرمون برايمرلي بروديوزد باي فات سيلز لهيها الاديبوسايد بمعنى ان الليبتين هرمون بتصنع في الخلايا الدهنية داخل الجسد الليبتين بليز اكي رول ان رغوليتين البودويت والميتابوليز والابيطايد من خلال انه بيعمل سيجنالينج زابرين تو رديوز فود انتيك وين فات ستور ار اديك بمعنى ان هرمون الليبتين له دور رئيسي في تنظيم وزن الجسد والتمثيل الغذائي وكمان الشهية من خلال انه بيرسل اشارات الى المخ واللي بتقلل تناول الطعام في حالة اما بيكون مخزون الدهون كافي داخل الجسد ومخزون الدهون طبعا بيدينا اشارة لمخزون الطاقة داخل الجسد وبالتالي زيادة مستوى هرمون الليبتين في الجسد بيقلل كمية الاكل وعشان كده بيقلل الاوباستي او بيعمل رجوليشن للبودي ويت اهمية اختبار الليبتين في الدم اول حاجة بنقيسه في حالات الاوباستي اند ويت مانيجمنت اللي هي في حالات السمنة وادارة الوزن الليبتين ليفلز are often elevated in obese individual which can indicate leptin resistance معنى ان غالبا مستويات الليبتين بتكون مرتفعة في الافراض اللي عندهم سمنة وده ممكن يكون مؤشر الى مرض بنسميه مقوامة الليبتين والليبتين resistance عبرها عن condition where the body does not properly respond to leptin signals leading to continued overeating despite adequate fat stores بمعنى ان الليبتين resistance او مقوامة الليبتين هي عبارة عن حالة مرضية لا يستجيب فيها الجسم بشكل صحيح لاشارات الليبتين بمعنى ان الليبتين موجود ولكن الجسم ما بيستجيبش له وده طبعا بيؤدي للاكل والافراط المستمر في تناول الطعام بالرغم من وجود كمية كبيرة جدا من الدهون داخل الجسم عشان كده اياس هرمون الليبتين بيبقى مهم جدا في حالات السمنة وكمان في حالة ادارة وزن الجسم كمان اختبار الليبتين له اهمية في الترابات الاكل اللي هي لان احنا بنستخدم هرمون الليبتين بمعنى ان احنا بنقيس هرمون الليبتين في حالة وجود الترابات الاكل بمعنى ان الشخص بيبقى عنده فقدان شهية زي فقدان شهية العصبي في الحالة دي بيكون مستوى الليبتين منخفض بسبب انخفاض الدهون الموجودة في الجسم رقم ثلاثة بنقيس هرمون الليبتين في حالات الميتابوليك ديس اردر بمعنى ان هرمون الليبتين كمان بنقيسه في الاترابات تمثيل الغذائي زي في حالات مرض السكري ومقاومة الانسولين وخلل فيه كمية الدهون او عدم انتظام كمية الدهون الموجودة في الدم كل دي حالات بيبقى مهم فيها ان احنا بنقيم مستوى الليبتين رقم اربعة هرمون الليبتين بيبقى مهم اياسه في حالات الربرودكتف كالس لان الليبتين بلايز ارول ان فرتيليتي لان اللو ليفل اوف الليبتين مي بي اسوشياتي دويز من استيروال ريجولاريتز اور انفرتيليتي بمعنى ان اياس هرمون الليبتين مهم جدا في حالات تقييم الصحة الانجابية لان هرمون الليبتين له دور مهم جدا في الخصوبة وعشان كده اي انخفاض في مستوياته بيبقى مرتبط بعدم انتظام الدورة الشهرية او العكم رقم خمسة ودي عبارة عن حالات بيحصل فيها وهرمون الليبتين بيبقى بمعنى انه هرمون الليبتين كمان بنقيسه في حالات دمور الدهون او دمور الخلايا الدهنية داخل الجسم في الحالة دي بنلاقي في توزيع غير طبيعي للدهون داخل الجسم وممكن يكون السبب ناقص الليبتين واللي بيؤدي الى ناقص الانسجة الدهنية داخل الجسم بمعنى ان نتائج الليبتين لو مستواها عالي في الدم بتبقى مرتبطة بالسمنة ومقوامة الليبتين في حالة المستوات المنخفضة من الليبتين ده بيشير الى انخفاض نسبة الدهون في الجسم او سوء التغذية او مشكلة في التمثيل الغذائي او مشكلة في الانجاب في عينة السير النورمال فاليو بتختلف في الفيميل عن الميل في الفيميل بتبقى اعلى من الميل لان الفيميل بيبقى نتيجة للمفلونس بمعنى ان النسبة الطبيعية لهرمون الليبتين بتختلف ما بين الرجل والمرأة في المرأة بتبقى المستويات اعلى من الرجل نتيجة لوجود كمية كبيرة من الدهون في المرأة نتيجة لوجود هرمون الاستروجين واللي بيؤدي الى زيادة كمية الدهون النورمال فاليو في الفيميل 0.5-15.2 في الميل 0.5-12.5 نانو جرام بير ميليليل The normal serum level of leptin there is depending on factor like gender body mass index and fat mass بعد تحديد تركيز الليبتين يتم تفسير النتائج بناء على نسبة الدهون في جسم المريض وكمان مؤشر كتلة الجسم والحالة الصحية العامة للمريض بمعنى ان هرمون الليبتين بيأثر على منطية الهايبوسالمس اللي نسميه منطية تحت الميهات واللي دورها مهم في تصبيت الشهية وكمان تنظيم انتاج الطاقة داخل الجسم عن طريق ان هو بيحفز خلايا عصبية بنسميها ال-BOMC ولكن بيثبت خلايا عصبية اخرى بنسميها ال-NPY وده بيساعد في النهاية على تنظيم مستويات الدهون في الجسم وكمان توازن كمية الطاقة اللي بينتجها الجسم من خلال حرق الدهون يساعد الليبتين على الحفاظ على وزن صحي للجسم لفترات طويلة من الزمن من خلال تفاعله مع جزع الدماغ او الهايبوسالمس وهي منطقة بالدماغ مسؤولة عن عمليات التنظيم الزاتي مثل درجة حرارة الجسم والعطش والجوم هرمون الليبتين كمان بيأثر على التمثيل الغذائي وتنظيم الغدر الصماء والجهاز المناعي ونمو السرطان بشكل عام مستويات هرمون الليبتين في الدم بتبقى أقل لدى الأشخاص النحيفين ولكن بيبقى أعلى من الطبيعي في الأشخاص اللي بيبقى عندهم زيادة في الوزن او سمنة عندما تنخفض الدهون في الجسم تنخفض مستويات الليبتين وده بيؤثر على المخ بحيث انه هو بيؤدي الى الجوع بشكل كبير جدا فبيحفز الشهية ويمكن ان يؤدي الى الافراد في تناول الطعم اشتركوا في القناة